حمد البكاري الجزيرة تعال أسبوع كامل بأيامه ولياليه انقضى ولا زالت الأخبار متباينة وغامضة بشأن اختفاء مراسل الجزيرة الزميل حمد البكاري مع اثنين من رفاقه عبد العزيز الصبري ومونير صادق السبي وسط مدينة تعز في جنح الليل منذ اللحظة الأولى لاختفائه توالت بيانات الإدانة والاستنكار والمناشدة لإطلاق سراحه وفك طلاسم الغياب وأحجيات الإخفاء القسري الذي تعرض له طاقم قناة الجزيرة دون سابق انذار لا أحد يمتلك إجابات حتى المقاومة والأجهزة الأمنية في المدينة لم تستطع طمأنة أحد أو كشف الغموض قناة الجزيرة ونقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والحكومة اليمنية شركاء في الإدانة ولا أحد منهم قادر على الإمساك بأحد خيوط الحادثة حمدي لم يكن خصماً لأحد إن حازك صحفياً لقصص الضحايا والبسطة وتمسك بالبقاء في الميدان لتغطية ما يجري في الوقت الذي فضل الكثير من الصحفيين مغادرة البلاء أو التوقف عن ممارسة مهنة الصحافة في بلد صنف كثاني أخطر بلد للصحفيين في العالم من مشارف منطقة قانية بين محاوظة المعرف والبيضة خمسة عشر صحفياً آخرون يلفهم الغياب وإن كانت جهة اختطافهم معروفة منهم ثلاثة عشر صحفياً لدى ميليشيا الحوثي واثنان لدى تنظيم القاعدة في مدينة المكلة أن تكون صحفياً ليست جريمة وفق هذه القاعدة يتوجب إطلاق كافة الصحفيين المختطفين والمخفيين قسراً والامتناع عن استخدامهم كورقة للتفاوض والمساومة محمد البكاري الجزيرة تعيد